طيب فضيلة الشيخ الذين يأتون متأخرين ثنتين ونص من الليل يأتون من زملائهم في الاستراحات ويأكلون شيئا من السحو ثم ينامون ويتركون صلاة الفجر هذه جريمة كبرى فقال انه صام قبل وقت الصيام تسحر قبل وقت الصيام قبل طلوع الفجر هذا خطأ وثانيا والجريمة الكبرى انه ينام عن صلاة الفجر فيخرجها عن وقتها ويترك صلاة الجماعة فعلى المسلم انه يتوب من هذا العمل ويحافظ على الصلوات